المتابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو سنتعلم بإذن الله كيفية تقطيع أو قص أي فيديو نريده من بدايته أو من نهايته لاستخدام قطعة منه في برنامج باوربوينت الآن سنفتح الباوربوينت وتابع معي خطوة بخطوة طبعا سأستخدم باوربوينت باللغة الإنجليزية حتى يستفيد أكثر الناس لأن أكثر الناس يستخدمونه باللغة الإنجليزية وسأشرح باللغة العربية أيضا أولا لإدراج الفيديو نذهب إلى insert أو باللغة العربية إدراج وبعد أن نضغط على إدراج نذهب إلى video ومن هنا نختار أول خيار this device أو باللغة العربية هذا الجهاز نضغط على this device الآن نختار الفيديو الذي نريد أن ندرجه بهذه الطريقة ثم نضغط على insert أو إدراج باللغة العربية كما تشاهدون تم إدراج الفيديو بإمكاننا أن ندرج الفيديو أيضا بطريقة أخرى أسهل نصغر هذه النافذة ثم نسحب الفيديو سحبا بهذه الطريقة فقط وبهذا نكون قد أدرجنا الفيديو الآن عندنا هذا الفيديو كما تشاهدون فيديو طويل خمس دقائق صفحة كاملة من سورة الملك سأختار منه خمس آيات فقط استخدامها للطلاب على سبيل المثال من آية واحد إلى آية خمسة هناك كما تشاهدون بعض الحركات في البداية أريد أن أقصها ماذا أفعل؟ أذهب إلى play back play back أولا أضغط على الفيديو ضغطة واحدة ثم أذهب إلى play back أو باللغة عربية خيارات التشغيل خيارات التشغيل ثم أذهب إلى trim video trim video أو باللغة عربية اقتطاع الفيديو اقتطاع الفيديو ومن هنا كما ترون عندنا إشارة باللون الأخضر وإشارة باللون الأحمر الإشارة التي باللون الأبيض هي start time لبداية الوقت أو بداية التوقيت للفيديو وباللون الأحمر هي end time أو نهاية الفيديو بإمكاننا أن نسحب بداية الفيديو مثلا من هنا والنهاية تكون مثلا على سبيل المثال خمس آيات من القرآن الكريم بهذه الطريقة طبعا بإمكاننا ضغط هنا للمعاينة وبإمكانك أيضا أن تختار التوقيت تكتب التوقيت هنا كتابة يدوية توقيت البداية وتوقيت النهاية على سبيل المثال الآن يمكن أن نضغط ok أو موافق باللغة عربية الآن كما ترون الفيديو تم تقصيره وأصبح فقط دقيقتين وأربعين ثانية بعد أن كان خمسة دقائق من الآية واحد إلى الآية خمسة إذن بهذه الطريقة نكون قد قصصنا هذا الفيديو ويمكن أن نستخدمه في الدرس أو في أي محاضرة نريدها وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة